قال يسوع الحق الحق أقول لكم إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة بل قد انتقل من الموت إلى الحياة فعلا إحنا محتاجين نتبرر أمام الله ببر المسيح مكتوب أيضا وجعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه فالله بينظر إليك وبينظر إلي وبينظر للأسيس جورج من خلال كمال المسيح ومن خلال بر المسيح ومن خلال كفارة المسيح اللي غطانا اللي ستر عيوبنا وبعلن الموقف القضائي أنت بار وصار إليك غفران للخطايا والحياة الأبدية وضمان الحياة الأبدية وتأكد إذا أنت صليت مع الأسيس جورج الرب اليوم كتب اسمك في سفر الحياة اللي بشاهدنا يمكن في هاي اللحظة يمكن أنت مش عارف أو غير مدرك أنا بدعوك أنك تطلب يسوع المسيح اللي بيقرأ على باب قلبك وعندما تدعوه ربا ومخلصا يعني في صلاة قصيرة بطرس قال يا رب نجني والعشار قال ارحمني أنا الخاطئ وفعلا عندما تعنيها من كل قلبك يأتي إلى حياتك اكتب لنا تواصل معنا من حب نساعدك روحيا حتى تنمو حتى تنضج حتى فعلا تشارك إخوي وأخوات آخرين باجتماع مبارك بغض النظر في أي دول أنت موجود احنا منحاول نوصلك مع أي مجموعة بصلي أنه اليوم فعلا كان برك لحياتك ولأسرتك ولبيتك وبصلي أنه المسيح لمس قلبك وغير حياتك وتأكد اليوم أنه الرب كتب اسمك في سفر الحياة اليوم تبتدي يمكن الحرب الروحية بيحاول الشيطان يشككك نعم بهذا الخلاص لكن بنعمة الرب واسم الرب يسوع ما فيش قوة في الدنيا اللي بتغيرك إلا قوة هذا الانجيل انجيل الخلاص انجيل النعمة بواسطة الرب يسوع المسيح الرب يباركك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة